نظمت المديرية العامة للجمارك أمس يوماً إعلامياً لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك وذلك للتعريف بتعديلات نظام المنسق في نسخته لعام 2022 وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع وهي الألية التي ستسهل الطريقة مما المصدرين للتعريف بمنتوجهم بالخارج التغذية لصحة اللونيس إشكالية المنجأة هي إشكالية معروفة عالمياً لوريجين سيتم بروبلم كيكزيست على الشالة الانترنسيونال دونك أوني تنتلين دفر لو ماكسيموم نحن نسعى من أجل إيجاد حلول جذرية تتماشى مع النظام المنسق للتعريفة الجمهوركية بصفة عامة حتى يكون المصدر في أرياحية المصدر الجزائري نحن نعمل على إيجاد كل حلول والتبسيطات اللي ما يكونش فيه يعني عرقلة بالنسبة لعجلة التصدير بصفة عامة أما فيما تعلق بالتحضير لإعادة فتح معبر الدبتابة الحدودي فقد أعلن المدير العام للجماركة نور الدين خالدي أن العملية قائمة وسيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل وذلك من أجل تسهيل وصول المنتجات الفلاحية إلى أفريقيا أعتقد أنه قضية المعابر البرية وكانت لي زيارة في شهر جويليا إلى المعبر البري الدبداب أنه كل الشروط متوفرة بكل صراح هدفنا الوحيد هو البدأ وفي عجالة في عملية التصدير عبر هذا المعبر وبالتالي أعتقد أن الجانب الجزيري نحن رأنا على استعداد على أهبة الانتلاق في عملية التصدير للجارة ليبيا وبالتالي فيه احتمال أنه يكون فيه حلول في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله لإشكالية التصدير عبر هذا المعبر ترجمة نانسي قنقر